كنا بتدينا أخبار الأهلي وكنت بتكلم وبعلق على كابتن سار عبد الحفيز وتصريح خاص به لو عندنا التصريح يا جماعة ما عليش بس تطلعونا على الشاشة والمفهوم الغلط اللي بيتاخد دايما من التصريحات بيتوجه لأمور تانية وللأسف بتتوجه بشكل ممكن تخلي بقى يعني زيادة في التعصب قوي يعني الراجل بيتكلم على إن فريقه عنده سبع تسع لقاءات والمنافس عنده سبع لقاءات ولكن هو بيحفز جمهوره إنه يقف في ظهر لعبته وبيحفز جمهوره إنه يحسس اللعيبة إن الدوري بتاعهم وده شيء من خلال التصريحات من خلال واحد مسؤول بيحفز لعبته وبيشتغل معهم نفسي وبيشتغل مع جمهوره كمان بشكل نفسي أعتقد إن الشيء متاح لكن إنك بتاخد التصريح وبترجع وتحرفه بقى بشكل معين من خلال التويتات من خلال ترند معين أنت بتعمله وتحاول تعمل تفريخة ما بين التصريح اللي قاله والكلام اللي أنت بتكتبه ده بيبقى شيء طبعاً لأنك بتروح في حتة بقى أنه إيه أنت عايز تقول للجانب الآخر إحنا هناخد الدورة هناخد الدورة زوء بالعافية وده مش المقصود من كلام كنت سيد لأن في الأول في الآخر كنت سيد عارف إنها كرة قدم وعارف إنه هو في النادي الأهلي منطق اللعب والفوز بالدورة ما بيجيش غير بالمجهود من خلال لعبته وبالتالي لو لعبته أثرت وخسرت الدورة الموضوع مش محتاج تصريحات على الجانب الآخر نت زي مالك برضو عارف هذه المواضية وعارف إن الدورة ومن خلال البطولة ما بيجيش غير باللعبين ولكن ليست بالتصريحات دي نقطة مش يعني أتمنى أنها تنتهي من فكرة أن أنت تاخد تصريح على لسان مسؤول وتبتدي تحرفه وهنا أنا مش بدافع كنت سيد بس أنا أنا لكن أبدافع عن أي مسؤول حتى لو من الزمالك بيقول تصريح وبيرجع الجانب الآخر ياخده ويحرفه بشكل ما ده تصريح كنت سيد يعني هو بيكلم على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص يعني بالنسبة له زي ما احنا اتكلمنا على مباراة غاز المحلة اللي فيه تفكير لنقلها لإسكندرية لنادي الزمالك مباراة غاز المحلة والزمالك وبعد يومين مباراة الاتحاد السكندرية على الجانب الآخر كنت سيد قال فكرة إن الجونة لو طلب إن إحنا نلعبه بعد مباراة سموحة اللي يلعبها في إسكندرية إنه هو يقول إن أنا عايز ألعب هذين مباراة في إسكندرية يبقى أنا يعني هو بيكلم في هل الاتحادها يوافي وقال لأ لكن عايز أقول لكم إن كابترضى شحاتها نفسه قال لك لا إحنا هنلعب الأهلي في الجونة حتى لو إحنا نلعب سموحة في إسكندرية بعد يومين هنلعب الأهلي في الجونة ما عندناش مشكلة لكن كابتن سيد بيتكلم في إن بيحفز جمهوره أنا مش بكلم عن التويتات دي بس يعني بالزبط ده كل تويتات بتاع كابتن سيد يعني فبالتالي الإصرار والعزيمة ده اللي بيتكلم عليه كابتن سيد وإن التسعى المباراة المتبقية بالنسبة للمباراة الكوس واللي يهمه تحفيز جمهوره أو جمهور يبقى دايماً مسانة فرقته في المباراة المتبقية لإن بطول الدوري وبطول الدوري هي اللي بتأهل لدوري أبطال أفريقيا وبالتالي طبعاً يهمه إنه يحافظ على لقبه وبالتالي ده الكلام بتاع كابتن سيد عبدالحفيز والرياضة يا جماعة مش كده ما ينفعش إن احنا ناخد الكلام ونحوره سواء بقى بتكلم عن الأهلي ومسؤولي الأهلي أو في الزمالك وإحنا مسؤولي ناس الزمالك لما يقولوا كلام ونبتدي على الجانب الآخر أو الجانب الآخر من المنفسين يحوروا كلامهم وتبتدي الأمور بقى هنا بتتحول للعصبية بتتحول إن الأمور لقى خارج السيطرة وإن فيه ضد الدولة وضد الرياضة يعني الموضوع بيتخذ يعني ليشوف الكلام على السوشيال ميديا لا الموضوع صعب جداً 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 وبالتالي طبعاً يعني نتمنى الأمور تبقى أهدى من كده